تتوقع أوبيك في تقليلها الشهري أن يبلغ طلب العالمي على النفط بمقدار مليونين ومائة وعشرة ألاف برميل يومياً في الفين واربعة وعشرين انخفاضاً من توقعاتها شهر الماضي بنمو قدره مليونان وربع المليون برميل يومياً اختلاف كبير إذن في توقعات نمو الطلب خلال العام الجاري وذلك بسبب خلافات بشأن وضع اقتصاد الصين ووتيرة تحول العالم إلى مصادر الطاقة النظيفة نمو الطلب هذا العام لا يزال أعلى من المتوسط التاريخي البالغ مليون واربعمائة ألف برميل يومياً قبل جائحة كورونا عام 2019 وأن الطلب على السفر في الصيف سيظل قوياً برغم البداية البطيئة للطلب على الوقود في موسم زيادة قيادة المركبات في الصيف هذا العام مقارنة بالعام السابق من المتوقع أن يظل الطلب على الوقود قوياً بسبب التنقلات بمستويات جيدة براً وجواً خفضت أوبيك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل إلى مليون برميل وسبعمائة وثمانين ألف برميل يومياً من مليون وثمانمائة وخمسين ألف برميل يومياً توقعتها في السابق هو أيضاً عند هذا النطاق الأعلى من التقديرات الصادرة عن القطاع بوجود هذه التوقعات اتبقى أمام أوبيك بلس أقل من شهر لاتخاذ قرار حول زيادة الإنتاج في أكتوبر التشرين الأول ستدرس بيانات سوق النفط خلال الأسابيع المقبلة تقرير أوبيك أظهر أن الإنتاج الفعلية يتزايد رغم ذلك إذ ضخت دول أوبيك بلس نحو 41 مليون برميل يومياً في تموز بزيادة بلغت 117 ألف برميل يومياً عن حزيران تتوقع وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول الصناعية نمواً أقل بكثير للطلب على النفط مما تتنبأ به أوبيك إذ تقدر الوكالة أن نمو الطلب على النفط في 2024 سيبلغ 970 ألف برميل يومياً فقط اشتركوا في القناة